السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتكم عنوان الحالقة اليوم ان شاء الله غدي نوجد واحد الوجبة خفيفة بالدنجال بطريقة رائعة جدا ومضاق هائل اذا نبدو على بركتي الله خديت واحد دنجالة اللي قسمتها على جوج بنسبة لكم تقدر تستعملوا اكتر انا انا اكتفيت فقط بواحدة غدي اندهليها الوجه ديالها بالقليل من الزيت زيت زيتون ممكن انا كنت تستعملوا الزيت نباتية فقط غدي اندهنوا عير باش ما يكحلش وغدي نوضعوا في واحد الكسكاس وغدي نوضعوا في البرماء البرماء اللي احطت فيها من قبل الماء حتى زخن غدي نخليوه يتفور واحد لمدة دي ربع ساعة غدي نمروا باش نوجود الحشوة هنحتاجوا كفتة هنحتاجوا قليل ملقص برمعد نوست اه طماطم محكوكا ومركز طماطم هنحتاجوا ايضا قليل من الملح قليل من اللي بزار قليل من تو مجفف وقليل من زعته هنضيف جميع المكونات هنضيف لهم القليل من الزيت وغدي نحطوهم على نار متوسطة وغدي نخليهم يتقلوا ومن بعد غدي نضيف لهم كأس من الماء وغدي نغطى عليهم وغدي نخليهم يتبعوا على خاطرهم نجال ديالي بعد ما دست 15 دقيقة وهو تيتفور هذا هو الشكل دياله غدي ناخدو غدي نفرغو من الداخل غدي ندهنو ايضا بالقليل من زيت الزيتون من الداخل ومن على برا وغدي نضيف له واحد رشة من الملح ورشة من الافزار غدي نحطوه في واحد آآ اللي غدي ندخل الفرن وغدي ندخلو للفرن غدي نخليه واحد مدة ديال عشرة ديال دقائق ومن بعد غدي نرجعو باش نعمروه بالحوشوة لديك الكمية من الدنجال اللي بقاتلية غدي ناخدها غدي نقطع قطع صغيرة وغدي ندفع للحشوة ديال الطماطم والكفتاء اللي حطيتها الطيب من قبل غدي نقليهم مع بعضياتهم جيدا وغدي تكون الحشوة ديالي واجده باش نعمر بها الدنجال اذا الدنجال ديالي بعد ما خرجوا من الفرن والحشوة ايضا بعد ما طابت غدي نعمر دنجال بالحشوة وغدي نضيف ليه قليل من الفرماج فرماج ديال بيتزا الموزاريلا وغدي ندخلهم الفرن غدي نشعلهم فقط من الفوق لانا جميع مكونات طيبة غير باش يدوب ليا داك الفرماج واعتني ما نضار دوين وغدي نتاقو باش نقدمو الطبق ديالنا اذا الطبق ديالنا ها هو عدو جيد ما بقالنا الان الا نقدموه تنتمنى ان فيديو اليوم من الاعجابكم تنتمنى ايضا انكم تجربوا هاد الوصفة لانها رائعة كوجبة خفيفة للغداء وايضا للعشاء وعلاش الله اه تحضروها على مائدة الافطار تنتمنى ان فيديو اليوم من الاعجابكم وما تنسوش تدعموني بالاشراك في القناة وتخليوا لي اللايكات وايضا تخليوا لي اراءكم في التعاليق وعلاش الله اه تدعموني ايضا في مواقع التواصل الجمعية فيسبوك وانستغرام عنوان الحادقة والى اللقاء في فيديو الجديد ان شاء الله